السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدي منظر جمالي طبعاً للعمارة بتاعتي أو للمكان اللي أنا بنفزه على الوجهة أو داخل المبنى التراز التسكاني ده يعتبر من مجموعة طرز رومانية وهو يشابه عندنا هنا الطرز الفرعونية هو بتعمل به المعابد برا والمسارح والوقاعات الكبيرة فتعالوا هنا نشوف التراز التسكاني هنعمل براجعة سريعة على اللي خدناها المرة اللي فاتت احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الوحدة دي تتكون من عدة مخرجات للتعلم احنا زي مع كل وحدة عندنا بيبقى فيها مخرجات تعلم أو مجموعة من المهارات اللي احنا بنحتاج نكتسبها أثناء تنفيذ الوحدة بتاعتنا أو المهمة بتاعتنا كان عندنا أول مخرج تعلم هو تنفيذ كرسي العمود التسكاني تاني مخرج تعلم تنفيذ قاعدة العمود التسكاني تالت مخرج تنفيذ بدن العمود التسكاني تالت مخرج عندنا كان تنفيذ تاج العمود التسكاني عندنا في حاجة اسمعها متطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة كل وحدة لازم اكون ان انا اكتست بعض الوحدات قبليها عشان اخش فيها يعني عندنا وحدة السلامة والصحة المهنية دي سبتة لكل الوحدات يعني لازم اكون ان انا اكتست وحدة السلامة والصحة المهنية لاي وحدة بعد كده لان دي تعتبر الاساسيات اللي انا ازاي احمي نفسي من المخاطر او اي مشكلات ممكن اتعرض لها اثناء تنفيذ الوحدة بتاعتي عندنا بعد كده في وحدة اسمها وحدة خامات ومعدات وادوات التشتيبات طبعاً نازم أكون ملم بالأدوات اللي أنا هستخدمها إزاي باستخدمها أو إزاي بعمل لها صيانة أو إزاي بقوم بصيانتها أو تشوينها إزاي وهي والخمات طبعاً العدد والخمات كل حاجة على حدة وعندنا وحدة تانية اسمها وحدة بياض الجبس والحليات ودي درسناها في الصف الأول في العام الماضي دي وحدة بتشمل جميع شغل الجبس والحليات اللي أنا بستخدمه في الوحدة اللي احنا شغالين فيها اللي هي وحدة الطراز التسكاني هنيجي البعض كده أن عندنا معايير الأداء لمخرج تعلم واحد هنأخذ شغل النهاردة على تنفيذ كرسي العمود التسكاني اللي هو المخرج تعلم رقم واحد أول حاجة عندنا اتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية زي ما قلنا أننا لازم في البداية خالص اتباع قواعد الأمن والصحة والسلامة المهنية إزاي يعني؟ إزاي أن أنا وأنا بنفس التمرين بتاعي بيبعا عندي أدوات خطرة أو مواد سامة أو أبخرة ممكن أتعرض لها فلازم أكون عارف إزاي أحمي نفسي من أي حاجة ممكن أتعرض لها أو أنا في الموقع ممكن أتعرض لمخاطر وأنا ماشي في جوا الموقع ممكن حاجة طوع من ارتفاع وأنا ماشي جوا الموقع أو أنا مثلا وأنا شغال في الموقع في زيت أو حاجة مضلوعة على الأرض وأنا معدي ومشواخة احتياطات الأمن والسلامة والمهنية ممكن يحصل لي مشكلة وأنا داخل الموقع فلازم أي وحدة بكل وحدة لها متطلبات خاصة بالسلامة والصحة المهنية هنيجي لتاني حاجة تجهيز العدد والأدوات والخامات اللازمة طبعا أنا كل مخرج تعلم هشتغل عليه لازم لي أدوات خاصة به يعني أنا فيه وحدة بتستخدم أدوات وفيه مخرج تاني بيستخدم أدوات أخرى يعني مش كل الوحدات هتبقى نفس العدد والأدوات فأنا كل مخرج بحدد إزاي العدد اللي أنا هستخدمها أو أنواعها إيه والخامات اللي داخلها في الوحدة بتاعتي هنيجي لبعد كده المعيار الأداء التالت اللي هو تجهيز الفرم الخاصة بتشكيل الطراز التسكاني زي ما كلمنا قبل كده أن الكرسي بتاعنا بيتكون من ثلاث أجزاء عندنا الأدمة والبدن والرفرف طبعا كل جزء من دوت ليه فرمى خاصة بيه اللي هي بتشكله أو فرمى دية بتستخدم لتشكيل الجزء دوت فإحنا هنتعرض لها بعد كده وهنشوف إزاي بتتعمل وإزاي بيتم التنفيذ بالنسبة للفرمى ديت هدي كده بعد كده التشكيل وتجميع كرسي الطراز التسكاني أنا بعد ما شكلت الفرم بتاعتي وأنا عندي المعيسات طبعا بتاعت الكرسي بجيب النمازج اللي طلعت لي سواء كرنيشة أو الجسم بتاع الكرسي نفسه اللي هو البدن بقطع على المعيسات المطلوبة اللي أنا جاية لي في الرسومات الهندسية بعد ما بقطع بقى أجمع الشغل بتاعي في مكانه اللي أنا هنفس فيه المشروع دوت أو التاملين دوت ببدأ أجمع الأول البدن بتاع الكرسي وأحط عليه القرنيش الخاصة بالأدمة والرفرف عندنا طبعا لازم نستعرض مهمات الوقاية اللازمة إحنا عندنا طبعا وأنا شغال أنا شغال جوه المكان أو جوه الموقع أو حاجة لازم أعمل احتياطات الأمن بتاعتي فطبعا عندي الخوزة هنا بستخدمها عشان طاقيني من طاق الرأس بتاعتي من التعرض لأي حاجة طوع عليها أو لو أنا شغال في مكان عالي أو على وجهة وقعت أو حصل لقدر الله أن أنا الزحلات ولا حاجة أو هقع من فوق فبالتالي الخوزة هتحميني وطبعا هبقى لابس حزام الأمان لو أنا وقف على سقالة أنا طبعا هنا الوحدة دي هننفذها داخل الورشة فأنا مش محتاج حزام الأمان فيها لكن أنا لو وقف على سقالة وبجمع برة على وجهة أو حاجة لازم طبعا من احتطاط السلامة أن أنا يبقى معايا حزام الأمان هنيجل بعد كده الكفازات الكفازات دي بتحميني لو أنا هستخدم مواد خطرة أو حاجة يعني هستخدمها أنها تأذي إيدي أو حاجة فأنا لازم أستخدم الكفازات بتاعتي الأفارول بيحمي جسمي أو الملابس بتاعتي من المواد اللي أنا بشتغل بيها يعني بيحمي الملابس أولا ثانيا بيحميني لو أنا بشتغل بمواد كيموية أو مواد ممكن تقع على جسمي وتحسبب لحروق فيه أنواع خاصة من الأفارول بتقوم بالوظيفة دي هت الحزام طبعا زي ما قلنا قبل كده أنه بيستخدم لحماية القدم لو فيه حاجة واعت على رجلي حاجة تقيلة أو أنه أنا ماشي في الموقع خبطت في حاجة أو بيحميني لو فيه مصامير أو أي حاجة مع حطوطة في الأرض أو مواد حادة طبعا بيحمي القدم بتاعتي من أنه تختارك النعل بتاعه طبعا هو النعل بتاعه مصمم أنه ما فيهش تختاركه المواد الخاطرة دي فبتحمي القدم بتاعتي في نفس الوقت النعل بتاعه بيبقى خشن فأنا لو فيه زيت أو مياه مدلوقة في الموقع برضو بيحميني من حكاية التزحلق دي وبيقيني من أنه يحصل لي حوادث فأنا دلوقتي عملنا أول معيار أداء اللي هو الخاص بالسلامة والصحة المهنية هنيجي بعد كده المعيار التاني اللي هو تجهيز العدد والأدوات المستخدمة طبعا أنا عندي عدد هنا هستخدمها في الشغل بتاعي زي المتر الشريط المتر دوت هحدد بيه المأساة بتاعتي قبل هقطع عليها المأساة اللي أنا هنفزها عندي المبارد الخشابي والحدادي طبعا عندنا هنا فرمة خشبية الفرمة دي بتتكون من صواج وخشب فهحتاج المبارد عشان أساوي الصواج بتاعي أو الخشب عندي المنشار هنا المنشار ده بيقطع الأخشاب طبعا باستخدمه في قطع الأخشاب طبعا برضو هستخدمه في الفرمة بتاعتي عندي دي حاجة اسمها مأشاطة المأشاطة دي باستخدمها في شغل الجبس إن أنا بشيل بها الجبس أو بساوي بيها أو بحط الجبس على نموذج بتاعي أثناء التشكيل المأس الصواج أو السمكاري دوت طبعا باستخدمه في قص الصواج لعمل الفرمة اللي أنا هشتغل بيها الفرر دي بتستخدم دي اسمها الفرر الفرر دي فيه أنواع وأشكال مختلفة دي بتستخدم في عمليات الحفر أو النحت بتاعتي يعني لو هوا المثالين اللي هما بينحطوا على التماثيل والحاجات دي بيستخدموا الفرر فأنا باستخدمها برضو لو أنا عندي شغل في حفر أو نحت وفي نفس الوقت بشكل بيها بعض الحليات بتاعتي أثناء التجمية عندنا بعد كده من العدد وأدوات الزاوية الزاوية دي طبعا بتديني زاوية قايمة أو زاوية 45 لو أنا عايز أقطع الشغل بتاعي على زاوية 45 أو زاوية قايمة باستخدم الزاوية دي بعد كده ميزان المية طبعا ده بزبط به الرأسية والوفوكية بتاعت التمرين بتاعي اللي أنا هسبطه بعد كده وأنا بسبطه على الحيطة أو في مكانه لازم أزبط الرأسية والوفوكية بالميزان ده عندي بعد كده حاجة اسمها مسترين أو مسترين الدفرة ده طبعا بتناول بيه الاي مادة خاصة بالشغل بتاعي بشيلها بيه اه وباستخدمه طبعا في حاجات كتيرة ان انا بنظف بعد الشغل بتاعي المكان بتاعي وكده بممكن استخدمه مع حاجات اخرى. هنيجي بعد كده للخمات اللي انا هستخدمها في الشغل بتاعي. انا عندي الخمات اللي هستخدمها عندي هستخدم الجبس المصيص. الجبس المصيص طبعا هعرفينه اللي هو بيبقى آآ ناتج طبيعي وفيه منه بيتعمل له مع عمليات كيميائية ويتحول لجبس المصيص. طبعا جبس المصيص ده بيبقى يستخدم في شغل الحليات والقرانيش لانه هو سهل التشكيل وكده. عندي نوع تاني من الجبس اللي هو الجبس البلاح او الجبس البلد زي ما يطلوه عليه في السوق. الجبس ده هو بيستخدم في لما باجي اعمل شنايش او بيدخل في عمل المحارة لانه بيبقى داخل فيه نسبة من الرمل فما بينفعش معايا في شغل الحليات والقرانيش. عندي بعد كده تاني خامة باستخدمها الزيت او الصابون. طب انا هستخدم الزيت والصابون في ايه? انا عندي بشكل حليات من الجبس على التسجأ او البنك بتاعي. فبحتاج افكها بعد كده. مش مش هتفضل ثابتة في المكان ده. فانا بعزل المكان بتاعي بالزيت او الصابون. عشان لما اصب عليه اقدر افك النموذج بتاعي بسهولة وما يكسرش. هنيجي للخامة اللي بعد كده الخشب. الخشب طبعا زي ما قلنا هنستخدمه بعد كده في في عمل الفرمة الخشبية بتاعتي اللي انا هشكل بيها النموذج. الخامة اللي بعد كده عند الصاج نفس الكصة برضو باستخدمها مع الشغل بتاعي في الفرمة لان الصاج ده هو هو المادة الخام اللي انا بشكل بيه او السلاح بتاع اللي انا بشكل بيه الجبس. الخشب مش هينفع اشكل بيه الجبس لوحده. لان الخشب خشن هيطلع لي السطح بتاعي خشن. فالصاج بيبقى حاد شوية فبيطلع السطح بتاع الكورنيشة او المنحوط اللي انا بعملها او الشكل اللي بنافزه بيبقى ناعم واملس لان الصاج بيبقى حاد فبالتالي بيطلع لي السطح بتاعي املس. هنيجل بعد كده الكتان. الكتان ده باستخدمه في في عملية التسليح. الكتان ده بمثابة حديد التسليح في الخرصانة. انا انا بصب بلاطات جبس او بعمل اه اجزاء من الجبس مساحتها كبيرة شوية ببدأ احط جواها الكتان عشان يسلحولي لما اجه انقله او اجه اشيله من مكان لمكان. الجبس بتاعي ممكن البلاطة بتاعت اللي انا صبيبها تتكسر. فالكتان ده بيديها تقوية بيخليها تتحمل الايجادات بتاعت الشيل وان انا هنقلها في مكان تاني. فبيديها تقوية. نفس الوقت بستخدمه لما اجه اجمع حاجة مع حاجة. هو بيبقى وصيلي اترابط برضو. لو انا هجمع مسلا الكرسي مع الاعدة ببدأ احط الكتان ده بحطه في الجبس اللي هو الجبس اللباني. وببدأ احطه واجمع بالشغل بتاعي. عندنا بقى نرقل على الكرسي بتاعنا اللي احنا هننفزه النهاردة. تنفيذ كرسي الطراز التسكاني. زي ما قلنا قبل كده هو بتكون من ادمة وبدن ورفرف. هنا الرسومات التنفيذية ده شكل الرسومات التنفيذية اللي انا هشتغل عليها النهاردة. طبعا الجزء اللي تحت ده هو الادمة بتاعتي. طبعا يعبارها عن خوصة وسنة وموجة وسنة. بعد كده البدن بتاعي هو عبارة عن اربع بلاطات زي ما نشايفين كده. ده البدن اللي هو العدل ده. اللي هو يعتبر بيمس الجزء الجسم الكرسي ككل. وعليه حلتين. حلية من تحت اللي هي الادمة. وحلية من فوق اللي هي الرفرف. فده البدن يعتبر هو ايه? هو الاساس بتاع الكرسي بتاعي. بعد كده حلية الرفرف اللي انا هنتزرك ان احنا بنشكلها ازاي هي والادمة. هي اللي اتنين بتشكله بطريقة واحدة. بس بتختلف الرسومات بتاعتنا على الصاج. يعني انا وانا بنفس الفرمة بتاعته بتاعت التشكيل. هتختلف ان الحليات دي تختلف على الحليات دي. فهي ده الواجه الاختلاف بين الادمة والرفرف. بس طريقة التنفيذ واحدة. هي بس هتختلف شكل الفرمة بتاعتي او شكل الصاجة اللي هتشكلي الشغل بتاعي. طب هنيجي نبص هنا للمقاسات اللي مكتوب. انا عندي مكتوب تلاتة معدل وخمسة جزء. واللي هنا الارتفاع ده تمانية جزء وواحد جزء. طب ايه مصطر المعدل والجزء اللي موجود دوت. يعني انا مش فاهم. ايه حكاية المعدل وجزء دوت. التراز التسكاني او التراز الدوري هو بيبقى بتعمل له مصطرة. المصطرة دي بتبقى عبارة عن اتنين معدل. المعدل بيبقى اتناشر جزء. فانا بقسم المصطرة دي بتاعتي انا بترسم بازاي. الكتر بتاع العمود مسلا عندي خمسة واربعين سنتي وهرسمه بمكياس رسم واحد لخمسة. يبقى انا بضرب الخمسة واربعين في العشرين على مية بتطلع اه تسعة سنتي تسعة سنتي. فانا التسعة سنتي دي هي المعا الاتنين معدل بتاعي. يبقى انا عندي المعدل الواحد اربعة ونص سنتي. اللي هي المسافة دي مكتوبة معدل. يبقى الاتفاع ده هيبقى اربعة ونص سنتي. طب الجزء التمانية جزء ده هجيبه ازاي والواحد جزء. احنا قلنا المعدل ده بقسمه لاتناشر جزء. اللي هي بطريقة تقسيم الاعدة الخط المستقيم او الكتعة المستقيمة لاتناشر جزء زي بعد. احنا شرحناها الحلقة اللي فاتت في الدرس بتاعنا ازاي برسم المصطرة بتاعتي وازاي بحول من معدل وجزء لسنتي. فاحنا بنراجع. فهي مش موجودة معنا دلوقتي. اه موجودة في الحلقة اللي فاتة. هنيجي البعد كده. تنفيذ كورسي التراس تسكاني. او الكورسي ده زي ما قلنا هو عبارة عن اربع بلاطات من الجبس. الاربع بلاطات دول بشكلهم ازاي? انا بجيب المقاسات بتاعتي فنفرض مسلا البلاطة دي عبارة يعني عبارة عن مكعب كده. ليه اربع اوجو. البلاطة دي مسلا هنفرض اني عرضها تلاتين سنتي في اتفاع خمسين. فانا باجي بحروح عامل تحليقة او عملية صندقة على التسجة بتاعتي بالادد وكطع من الخشب. وببدأ اه احط المقاسات بتاعت العرض بتاعي بيبقى تلاتين والطول بتاعي الخمسين سنتي او لو انا هصب بجنبين مع بعض هعملها متر. وهبدأ بعد تحليقة ديت هبدأ اعزل بالزيت او الصابون. وابدأ اصب الجبس بتاعي بين التحليقة ديت. وبعد ما بتنشف بفك دوت وببدأ اقطع المقاسات بتاعتي. بقى انا جبت الجنب بتاعي او الاربع جناب بتاعي وببدأ اجمعهم في مكانهم. عندنا هنا الفيديو ده هيورينا ازاي بعمل الجناب بتاعتي او الجسم بتاع البدن. طبعا التحليقة هي زي ما انتم شايفين حاطت ادة هي. وادة الناحية دي. وهنا كطعة من الخشب وهنا كطعة من الخشب. طبعا المقاسات بتاعتي زي ما قلنا يبقى العرضي ده تلاتين. والطول ده انا هعمل مسلا جنبين. يبقى الطول ده مسلا متر. يبقى انا ايه? عملت جنبين. فانا دلوقتي بعد ما عزلنا بالزيت والصابون بنبدأ نعمل عجين المصيص بتاعنا. ونصب بين التحليقة بتاعتي او عملية السندقة. زي ما انتم شايفين كده الطلبة بتنفز التمرين بتاعتها او الوحدة بتاعتها. ودي الكتان طلبة تانيين بيحطوا الكتان اهو. ده اللي هو يعتبر التسليح بتاعي او حديد التسليح. زي ما بنحط في الخرصانة. زي ما انتم شايفين كده بيبدأوا يحطوا الكتان بتاعهم في وسط الجبس. ده بي ده طبعا بيديني زي شبك كده داخلي جوه الجبس. فبيعمل ربط بين جزيئاته والحبيبات بتاعته. فبالتالي بيديني تماسك للجبس. لما اجي انا للبلاطة دي بعد كده. ما تكسرش مني او يعني تستحمل ان انا نقلها وحركها واسبتها في مكان. زي ما انتم شايفين كده بطريقة وضع هالك التاني ايه? بعد ما صبوا طبقة. طبعا الجبس بيقلباني كده. عشان ما يعملش اه فقعات هوا في الداخل. يعني لو انا الجبس قوه متقيل شوية مش هيديني التشكيل اللي انا عايزه. يعني مش هيتوزع التسجم مش هيتفرد ويباسها لزي ما انتم شايفين كده الطلبة هي بتفرده. بعد ما نشوف فكيت السندقة بتاعتي. وابدأ اقطع المقاسات بتاعتي. طبعا زي ما احنا قلنا احنا دي صبينها لاتنين. لجنبين. ادي جنب اهو. اللي هو المقاس اللي هو على الشمال ده. فزي ما انتم شايفين الطلبة كلها بتشارك في التقطيع. فانا طبعا بستخدم المنشور ده في قطع الجبس بتاعي. طبعا الجبس لما بينشف بيبقى برضو بيبقى قريب من الخشب شوية فبياخد وقت في قطعه. طبعا هو كان محد المقاسات الطالب. فقطع اول الوحدة ايه? ودي التانية دي زيادة فيها. فبيبدأ ايه اقطع? الزيادة. عشان نعمل بلطين بالمقاسات المطلوة بتاعتي. انا كده فصلنا الزيادة ايه? انا حصلت على بلطين بتوعي يعني جنبين زي ما انتم شايفين كده بغوا يجمعون مع بعض. ادي جنب وادي جنب. اول زي ما قلنا الكتان زي ما بيستخدمه في التسليح بقى استخدمه كوسيلة ربط هو بيحطه بين الجنبين. طبعا الكتان ده بيبقى حطه في الجبس اللباني يعني مش يعني مبلول جبس كده عشان اما حطه يلزق. وبيبدأ يحط بقى ايه? طبعا من الجبس عليه. فهو بيعتبر زي وصيلة ربط للجنبين بتوعي. هو بيحاول يعني يدخل الجبس في في الفاصل بين الاتنين ويملى الفاصل دوت كويس عشان يبقى عملية الربط بتاعتي سليمة وجامدة وما تفكش بعد كده او لو حد معدي جنبها وخبطها ما تفكش من بعضها. هيا ما احنا شايفين الطلبة كلها بتتشارك وكل واحد بيعمل جزء هيا ما احنا store كوش جعمل الجب Il يتقوني من الحرابيين وما ربطي ينبني تشاركهول بالتفكش من مباشر اه ماشي. زي ما احنا شايفين كده الطلبة بتجمع الجبس مع بعضيه. انا جمعت كده جنبين وهي بفضلي جنبين تانيين هنصبهم بعد كده وهنجمعهم عشان يبقى الشكل في النهائي اللي هو بيديني شكل مكعب او اربع جناب من الجبس في اللي الاربع اوجه. فكده حصلنا على البدم بتاع كرسي التراز التسكاني. وهم دلوقتي بينهوا الشغل بتاعهم بيفنش ان هو الرابط بتاعه بيحاولي زبطه. وفي طالب بيزبط من ناحية التانية بالمعشاطة او زي ما احنا قلنا وزيفة المعشاطة. زي ما انتم شايفين انا عندي الجنبين هم التانيين على التسجع هم جهزين برضو ونصبوبين وجهزين عشان اجمعهم مع الجنبين دولت هيدوني الجسم بتاع الكرسي. وبعد كده احنا عندنا تنفيذ كرسي دراسة كما تم التشكيل. بعد ما خلصنا الكرسي بتاعنا هنبدأ نشكل الادمة والرفرف بتوعي. ودول زي ما قلنا ان هما بتشكلوا بفرما خاصة بان انا بعمل فرما من الخشب بتكون مكوناتها من الخشب والصاج. وببدأ اشكل بها بعد كده. فتعالوا نستعرض ازاي الفرما دي بتتعمل. يتم تنفيذ فرما التشكيل كلاتي. اولا بيرسم كطاع الكرنيشة على ورق الكلك. بيجي بيرسم الكطاع بتاعي بتاع الكرنيشة اللي انا هنفزها. بجيب الرسومات الهندسية بتاعت الادمة. وببدأ ارسمها على ورق الكلك اللي هو الشفاف ده. وببدأ بعد ما برسمها بفرغ الكطاع بتاعي او الجزء اللي هو بتاع كرنيشة. وبعد كده بطبعه على الاورنيك من الصاج. وببدأ افرغ الصاج زي ما فرغت على ورق الكلك بفرغ على الصاج بتاعي. بعد كده بروح جاي بيرسم الرسم بتاعي على كطعة من الخشب اللي هي بتبقى بتسمى حصان الفرما. وبعد ما برسم الرسم بروح مزود الكطاع بتاعي نص سنتي من جميع الجوانب عشان ابعد الخشب عن التشكيل. يعني يبقى الصاج هو اللي بيحتاج بالجبس اسناء التشكيل. زي ما قلنا الخشب بيأثر على التشكيل. هيطلع له السطح خشن. لكن الصاج هيطلعه املس. بعد ما بفرغ الخشب بتاعي ببدأ اثبت الاورنيك الصاج ده على حصان الفرما. وبعد كده بعمل له حاجة اسمها زحافة. بتبقى عمودية عليه. وده بتبقى مسابة خط سير الفرما بتاعتي اللي بتمشي على الاد. طبعا احنا قلنا تفريغ الرسم من على كطعة الخشب مع مراعات ان تكون بزيادة نص صنطي. تثبيت الاورنيك الصاج على حصان الفرما الخشب. تجميع بقية الاجزاء للفرما مع بعضها الحصان والزحافة والشكال. عندنا الرسمة بتاعت الفرما ايه? ده منظور للفرما ومكوناتها زي ما قلنا ده الجزء دوت اللي هو الصاج بتاعي. وده حصان الفرما اللي هو الخشب. ودية الزحافة. ودي ايه ده خشبية بسبتها عشان امشي عليها الفرما بتاعتي. وده شكال تجميع عشان يحفظ للزاوية بين حصان الفرما والزحافة تبقى قايمة. ده المنظور ده للجزء اللي هو خاص بالقدم. هتلاقي بص التشكيلات دي مختلفة عن الخاص بالرفرف. هنيجي للجزء بتاع الرفرف. هاي التشكيلات بتاعتنا هي مختلفة. ده الجزء الخاص بالتشكيل الكرنيشة بتاعت الرفرف بتاعت الكرسي بتاعي. هنيجي هنا الفيديو ده بيوضح ازاي بعمل بقى الفرما ديت. احنا عندنا مكونات الفرما بتبقى بيبقى عندي اللي هي الزحافة والاحصان الفرما كتعتين من الخشب. وده الشكال بتاعي. وحتة من الصاج او كتعة من الصاج بتبقى ورنيك من الصاج. ودي ورقة الكلك اللي احنا كلمنا عليها. منشار خشابي. ده ازميل شاكوش مقص سمكري مبرد خشابي. ودي بعض المبارد الحدادي. ودي مصامير عشان اجمع بها الخشب والمقص بتاعي. ودي الزاوية هي هبدأ ارسم بها الشكل بتاعي اللي انا هصممه اللي هو شكل الكورنيشة بتاعتي او القطاع بتاع الكورنيشة اللي انا هنفزها. زي ما انتم شايفين كده ببدأ ارسم الرسومات بتاعتي. تبقى الكورنيشة اللي انا هنفزها. فهنا عملنا الخوصة اهي وعملنا الموجة بتاعتنا. وبعدين الخوصة تانية. بعد ما خلصت الرسم بتاعي هبدأ افرغه بالمقص. زي ما قلنا الورق الكالك ده بورق شفاف كده شبه الورق العادي بس هو ورق شفاف قوي شوية وبتحمل المية. فهبدأ افرغ الكطاع بتاعي بوسط المقص. زي ما انتم شايفين كده بمشي على الخط بتاعي بالزبط. بحاول ان انا القص بتاعي يبقى على الخط عشان يبقى شكل الكورنيشة بتاعتي مزبوط. هنا الحتة دي كان فيها زيادة بنشيلها اهيه. انا كده رسمت الكطاع بتاعي على الورقة الكالك وفرغته فهبدأ اطبعه على الصاج بتاعي. نفس الفكرة بس هستخدم مواد وادوات تانية في التفريغ بتاعي. هطبع الاول بالقلم. انا هفرغت قبل كده على الورق الكالك بالمقص العادي. فطبعا على الصاج هيختلف. مش المقص العادي مش هينفع ان انا فرغ به الصاج. هيبقى ليه حاجات خاصة بيه افرغ بيها. بالنسبة للصاج هيبقى عندي ايه المقص السامكاري اهو. ده بقى شبه المقص بتاع الورق بالزبط بس هو بيبقى اكبر في الحجم. ويبقى حاد في السلاح بتاعه بحاد لانه بيقص صاج وحديد. ابدأ برضو هفرغ الرسم بتاعي زي ما عملت على الورقة الكالك هفرغ على ورقة الصاج. برضو بحاول ان انا اقام ماشي على الخط بتاعي بتاعي التشكيل بتاعي. اللي هي الرسومات. بس ببدأ قعد بتاع الصاج بتاعي زي ما انتم شايفين اهي نفس الشكل طلع على زي ورقة الكلك. نفس نفسه على الصاج. باجي بعد كده انا مش محتاج بقى القطعة الصاج الكبيرة دي انا محتاج بس اللي فيها جزء التشكيلية تفاصلنا الزيادة وهنبدأ نرسم الرسم بتاعنا على حصان الفرمة اللي هي قطعة الخشب اللي احنا قلنا عليها دي اللي هسبت عليها اللي هو هيشكل عليه. بعد ما رسمت القطاع بتاعي هنزود نص صمتي من كل ناحية زي ما قلنا ان انا بزود افرغ الخشب يبقى القطاع بتاعه اكبر من الصاج عشان الصاج هو اللي يشكل يعني الصاج هو اللي يمس الحلية بتاعتي الخشب بيمسش الحلية لان الخشب لو مس الحلية هيطلع على السطح بتاعي خشن وببدأ بعد كده باستخدم المنشار في التفريغ بتاعي احنا استخدمنا المقص العادي اللي هو في تفريغ الورق الكلك وبعد كده المقص السمكري في تفريغ الصاج باستخدم المنشار بقى في تفريغ الخشب بتاعي بستخدم المنشار والازميل والمبرد الخشابة. زي ما انتم شايفين بتبقى الفرما بتاعتي بالشكل ده بثبت القطعة الساج شايفين بص الساج بارز عن الخشب بمسافة النصف سنتي اللي انا زودتها في القطاع. وبعمل القطع بتاعي او التفريغ بتاعي على زاوية ميلة عشان الحديد بس هو اللي يمس او الساج ولا يمس الخشب. بتبقى بالشكل ده. انا جمعت حصان الفرما على الزحافة وثبتت الشكال. فالفرما بتاعتي في النهاية بتبقى بالشكل دوت. عشان استخدمها بعد كده في تشكيل الحية اللي انا هعملها بعد كده. هنيجي بقى لطريقة التشكيل بواسطة الفرما. يعني انا بعد ما عملت الفرما هبدأ اشكل الشغل بتاعي. هشكله ازاي بقى? بسبت ادع على التسجأ بتاعتي بواسطة المصامير. وببدأ اه ادهن اشوف الفرما بتاعتي هتشكل على ايه في التسجأ او المساحة بتاعت اللي هتاخدها من التسجأ للتشكيل. وببدأ ادهن المسافة دي بالزيت او الصبون عشان اعمل عزل. زي ما قلنا قبل كده. ان انا بعزل عشان انه ميوزك ده هفكه بعد كده. يعني اهم السابت. فممكن يلزق في التسجأ بتاعتي وانا انا بفكه يروح مكسور. فالزيت ده بمسابة ان هو بيعمل لي طبقة عزل عشان اعرف افك الشغل بتاعي. بعد كده بعد ما عملت العزل ببدأ اعمل عجين المصيص بتاعي. بعجينه. بحط شوية مية الاول مناسبة لحجم الكورنيش اللي انا هنفسها. وببدأ اضيف الجبس بتاعي او الجبس المصيص بتاعي على المية. خطوة بخطوة كي لغاية ما اوصل لقوام اللي انا عايزه. القوام الجبس اللي انا عايزه اللي هو هيساعدني عالتشكيل. وببدأ اروح رافع العجين بتاعي واصبه قدام خط سير الفرمة. وبمشي عليه الفرمة عدة مرات. وبكرر العملية دي كم مرة كزا مرة لغاية ما يتم التشكيل بتاعي للحالية بتاعتي. وينطج اه واطلع بالنموذج بتاعي اللي انا عايزه من الحالية. هنيجي بعد كده. هنشوف ده الفيديو ده بنتستعرض فيه ازاي بشكل الشغل بتاعي. آآ هنرجع للفيديو كده نبص الفيديو بتاعنا. نبص على الفيديو بعد. كده الفيديو عندي اله. عندي هنا الادوات اللي هستخدمها الشاكوش. المسطرين. المقشطة. السكينة. الفرشة. هنا دي المصامير اللي انا باستخدمها في تسبيت الادة بتاعتي. اللي احنا قلنا عليها من شوية. وده الزيت اللي هعزل بيه. ودي الفرمة اللي احنا شكلناها من شوية. ودي الادة اللي انا بسبتها على التسجاة بتبقى ده خط سير الفرمة او الدليل بتاعي. ببدأ اثبتها بالمصامير زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم اثبتها كويس عشان وانا بشكل دي لو اتفكت يبقى خلاص يعني مش هعرف اشكل الفرمة بتاعتي لانها لو اتحركت من مكانها مش هعرف ارجعها في مكانها المزبوط والتشكيل بتاعي هيبوز يعني مش هعرف اكمل التشكيل الكرنشة بتاعتي. فلازم تثبت كويس في التسجاة فبديها عدة مصامير. في كزا مكان مختلف. انا دلوقتي بحدد مكان اللي هيمشي فيه الفرمة بتاعتي او الكطاع بتاعي وهبدأ اعزله بالزيت. فانا هحط قدام بقى الجزء اللي هو الكطاع بتاع الكرنشة او الجزء اللي انا هفكه بعد كده اللي هتحط فيه الجبس. بعد ما حطيت الزيت هبدأ اوزعه بالفرشة بتاعتي. فرشة الدهان العادية خالص. بابدأ اوزع الزيت اهو. زي ما انتم شايفين كده. انا كده عملت العزل مكان بتاعي. حد سبت الادة بتاعتي اللي همشي عليها وبتبقى مسابة خط سر الفرمة يعني هي اللي بيمشي عليها الفرمة بتاعتي. وبدأ برضو ادهن الفرمة بتاعتي بالزيت عشان الجبس ما ازقش فيها وانا بشكل. وعرف ان اضافها بسهولة بعد ما بخلص الشغل بتاعي. وهي اجد الوقتي كده بتمشي ده خط سر الفرمة بتاعتي. بجربه الاول برضو هشوف لو فيه اي حاجة او عقبة هتقابيني او لو فيه مصمر ما دوه في التسجة بشيله. يبقى كده انا جاهز ان انا هصوب الشغل بتاعي وهبدأ اشكل التشكيل بتاعي. هنا الفيديو ده هيوضح لنا ازاي بشكل الشغل بتاعي. انا حطت شوية من المية اهو في الاسعة. هنقد الجزء اللي انا هنشكله. وببدأ اضيف الجبس بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وبتم العملية التقليب بالايد عشان ما يبقاش فيه اه كتل او اي حاجة بتبقى مترصبة تحت في الجبس بتاعي. واضمن ان هو القوام بتاعه كله قوام متجانس ولين. وما فوش اي كلاكية او قتل من الداخل. طبعا انا بنتظر لغاية ما يخلص تقليب واشوف القوام محتاج تاني ولا لا? اه لسه محتاج فبحطت له هوت كده. هو كده مش هحتاج احط تاني كده القوام معقول علشان انا رح اشكله قبل ما ينشف. زي ما انتم عارفين ان الجبس سريع الشك فبالتالي لازم اعجن على قد الكمية اللي انا عمحتاجها بالزبط عشان ما ما تنشفش مني واضطر ان انا هادر في الخامة بتاعتي. فانا بعجن على قد الكمية اللي انا هلحق اشكلها قبل ما يشوك الجبس بتاعي. لان لو انا عملت كمية كبيرة وانا بشكل مش هلحق وهيشوك مني وبالتالي مش عارف استخدمه. والكمية دي هتبقى خامة مهضرة وهستغنى عنها او هتتريمي يعني انا باهضر في الخامة بتاعتي. فلازم اكون محدد انا هقدر اشتغل قد ايه او امكانياتي ايه? واعجن على قدها. هبدأ اصب قدام خط سير الفرما بتاعت الجبس. اللي هو اللي احنا عزلناه قبل كده. هبدأ اصب قدامها كده. زي ما انتم شايفين. ما صب العجين بتاعي. هوزعه بطول الحلية بتاعتي اللي انا هشكلها. اه بصب ووزع وحاول اوزع يبقى كله ايه? اخد الطبقة بتاعتي او الطبقة الاولانية ديت اللي هشكل بها الارضية بقى ابداية الايه? اللي في حلية بتاعتي. وبماشي الفرما في اتجاه واحد. طبعا الفرما دي بتمشي في اتجاه واحد بس. يعني انا مرجعش بها. ما فيها ارجع بها. هي اتجاه الصاجة. يعني الصاجة بالنحية دي. بماشي الفرما بتاعتي في اتجاه الصاجة. وزي ما انتم شايفينها باستخدم المقشاطة في رفع الجبس قدام الحلية بتاعتي عشان يتشكل. ما هو الزيادة اللي بره ده مش هيتشكل. هيتزق بعيد. فانا برفعه على المكان الحلية اللي انا عايزها. عشان برضو ما هتضرش. ما اللي اصبت بره بص شفتوا بعد ازاي. وهينشف ومش هحتاجه. يبقى هو ده خامة مهضرة. فبارجع هرجعه تاني قدام الحلية بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده. وبكرر بقى عملية التشكيل دي كزا مرة لغاية ما حصول على الكورنيشة بتاعتي زي ما هتشوفه بعد كده. برضو زي ما انتم شايفين كده بتتكرر العملية تاني لغاية ما يبدأ الجبس بتاعي يقومه يشد ويتشكل لي شكل الكورنيشة بتاعتي. اه بدأ القومه يشد ده اهو. طبعا العملية لسه بكرر الشغل بتاعي دوت العملية بتتكرر كزا مرة. بماشي الحلية بتاعتي لغاية ما اضمن التشكيلات بتاعتي اتشكلت. طبعا طريقة تشكيل الحليات المستقيمة دي اي نفس الفكرة يعني اي طالما اي حلية مستقيمة تتطبق بنفس الطريقة دي. طبعا بعجن العجنة بتاعتي التانية انا دلوقتي خلصت العجنة الاولانية وما فيش طلع مني بسائد كتير او ما طلعش مني ما هدرتش في الخامة. فابدأ برضو اعجن الكمية التانية. طب هنقول ليه ما عجنتش كمية كلها زي ما قولنا قبل كده ان انا الجبس بتاعي بينشف بسرعة فبالتالي لو انا عجنت الكمية كلها هينشف مني وهيهضر. فانا بعجن الكمية اللي انا هبدأ اشكل بيه او على قد التشكيل بتاعي. زي ما قولنا قبل كده نطري التشكيل بفضأ هحط الماء الاول وببدأ اضيف الجبس بتاعي. لغاية ما حيث ان القوام بتاعي اللي انا عايزه اللي هو ما ببقاش ناشف قوي ولا سائل قوي. القوام لباني كده. عشان يساعدني في التشكيل الحلية بتاعتي. لغاية ما انصل القوام بتاعي دوت ببدأ ما بحطش وببقى اقلب التقليل بتاعي كويس جدا. عشان ما بقاش في حاجة ما كتل من الداخل او كلاكية هتعوك التشكيل بتاعي. انا فيه كتلة او حتة مكالكعة جوة. وانا بصبها على على الحلية بتاعتي هتشيل. بدل ما هتشكل هتشيل من الشكل اللي بتاعي. هتعوك الفرما وهي ماشي. طبعا بين كل تشكيل وتشكيل ببدأ انضف الفرما بتاعتي من البقايا الجبس اللي نشف عليها. عشان برضو البقايا دي هتطلع للسطح خشن. فلازم انضفها كويس وانضف الصاجة بتاعتي كويس. عشان وانا بشكل ما يتأثرش على الشغل بتاعي. برضو ببدأ اوزع الجبس بتاعي على الحلية بتاعتي. دي تعتبر المرحلة التانية اللي هي هنجيب بقى ايه معظم التشكيلات بيها ان شاء الله. بوزع برضو الجبس في طول الحلية كلها. زي ما انتم شايفين كده. يعني انا هي عملية واحدة وبكررها كزا مرة لغاية محصل على الشكل بتاعي او الحلية بتاعتي. ايه بدأت تظهر الحلية هي زي ما انتم شايفين. ببدأ هحط العجيم بقى اشوف الجزء اللي هو ناقص او محتاج عجيم بحط له. يعني الجزء اللي تشكل خلاص بقى ببدأ هحط بقى للايه للحتة الفاضية او الحتة اللي محتاجة عجيم بقى. الاول كنت بفرد المكان كله لان الحلية بتاعتي ما كانتش شكلت. لكن انا دلوقتي خلاص انا شكلت معظمها خلاص. فانا بشوف المكان اللي محتاج. وبحط له الجبس بتاعي عشان املة التشكيل بتاعي بكله ايه مستوى واحد او كله شكل واحد. زي ما انتم شايفين العملية بتتم كده. ان انا باخد الجبس بايدي. الجبس غير الاسمنت طبعا الجبس الاسمنت ما ينفعش اشتغل به بايدي كده. لان الاسمنت بيدر الايد وكده لكن الجبس ما بي مش مش مادة كوية زي الاسمنت بتحرق الايد او بتسبب له مشاكل. اهو برضو بحط الجزء بطولها شوية تاني العجين اصل العجين ده شديد شوية لو حطيته على الحلية اللي تشكلت هيبقى هيبوزها فلازم ايه? بكمل بيه الشغل النقص بس. لكن ما حطوش على الحلية اللي تشكلت لانهو تقل خلاص. دي الفكرة اللي انا قلت لكم ان انا معجنش العجنة كلها عشان مش هعرف استخدمها في الوقت بتاع الشك بتاعها. فانا طولت بيها الايه? الفرما بتاعتي او الشغل بتاعي. طبعا مع كل مرة ببدأ انضف الادوات اللي انا باستخدمها. زي ما انتم شايفين كده انا بنضف المقشاطة والسكينة اللي معي. والفرما نفسها هيبا نضفها. بعد كل عملية التشكيل لازم انضف الشغل بتاعي اول باول لان الجبس بينشف وبالتالي مش هعرف استخدمها تاني او هتعقني في في اسنان الاستخدام. فاول باول بنضف الجبس بتاعي من العدد بتاعتي او الادوات اللي باستخدمها في عملية التشكيل. انا خلاص خشكلت معظمة فهبدأ اعجم بقى عجنات صغيرة مش كتيرة بقى. انا زي ما قلنا قبل كده بشوف احتياجاتي قد ايه? وبعجم. فانا هعجم في دي عبارة عن نص كرة كده. كرة من الجلد بتاعة الكرة الاولاد بيلعووا بيها. فانا اغطيها هنصين وباستخدمها بدل الاسعة الكبيرة ديت. بتساعدني في عجني للحاجات الصغيرة وفي نفس الوقت ما بتهدرش معايا. فانا طبعا حطيت فيها كمية قليلة غير الاسعة. وفي نفس الوقت بحط بضيف الجبس بتاعي. وبقلبه. طبعا دي مش هعرف اقلب بيها بايدي يعني هقلب بها بالمقشاطة او اي اداة تانية. لانها حجمها صغير. زي ما انش شايفين لازم اقلب الجبس بتاعي كويس عشان ما يبقاش فيه كتل من الداخل. لسه برضو محتاجة جبس تاني فبحط تاني بضيف لان القوم لسه خفيف. محتاج ان انا هضيف عليه تاني. زي ما انش شايفين دي طريقة تنفيذ كورنيشة بتاعة الادمة والرف رف اه على التسجهة. يعني انا بنافزها الاول بشكل كورنيشة مستقيمة او طويلة بالمقاسات اللي انا عايزها مسلا انا محتاج لو طول الجنب بتاعي خمسين يبقى انا عشان اعمل الاربع جناب اللي هركبه على الاربع جناب بتاع الكورسي يبقى انا محتاج اتنين متر من الكورنيشة ديت. وطبعا بيبقى لازم اعملها اكتر من اتنين متر عشان انا بقطع على زاوية خمسة واربعين فزاوية خمسة واربعين بتشيل يعني بمحتاج العرض بتاعي زيادة من نحيتين. يعني واسلا عرض الكورنيشة او كتاعة الكورنيشة خمسة سنتي بمحتاج ان انا خمسة سنتي من نحادي وخمسة سنتي من نحادي زيادة عشان اقطع المقاس بتاعي على زاوية خمسة واربعين. فطبعا انا مش هعمل مترين بالزبط. بزود عن المترين عشان اعرف اعمل الزاوية بتاعتي اللي هي على زاوية خمسة واربعين. برضو بنضف الفرمى بتاعتي قبل لما ابدأ اصب العجين. وصبت العجين اهو على الفرمة كلها. انا طبعا دي العجنة دي العجنة دي عشان اخلي السطح بتاعي املس. يعني انا بنهي الشغل بقى. يعني بصب عليها كلها عشان ايه? الشغل ما يبقاش في خشونة ويبقى كله املس وناعم. فحتى هتلاقوها سائلة شوية قريبة من المية. دي عشان ايه? بنهي بها الشغل وهيطلع عشان يطلع ناعم واملس. زي ما ان شايفين انا بماشي الفرمة في اتجاه واحد ما ينفعش ارجحها تاني. هو اتجاه واحد. اللي هو اتجاه التشكيل للتجاه الصاجة بتاعتي اللي هي بتشكل. لكن ناحية التانية من ناحية التانية خشب. ما ينفعش انا ماشيها من ناحية الخشب. ما ماشيها من ناحية الصاجة بس. برضو لازم انضف الفرمة بتاعتي. عشان لو فيها اي جبس ماسك فيها او حاجة بيبوز التشكيل بتاعي بعد ما شكلته. الجبس ده ات لو فيها حصوية ولا حاجة بتبدأ تعمل خطوط او بتعمل خشونة في الفرمى بتاعتي بتخلي الشكل بتاعي مش كويس. هنيجي بعد كده الفيديو اللي بعد كده. ان انا بنضف بقى حوالين الفرمى بتاعتي. انا مجهز عجين بقى ده العجين النهائي. بيبقى لباني برضو عشان يديني سطح عاملز. بنضف حوالينها الاول. وببدأ اصب العجين. بتاعي اهو اتصبت اهو. طبعا انا بكرر العملية عدة مرات لغاية ما احصل على الشكل اللي انا عايزه او الملمس اللي انا عايزه. عايز الكورنيشة بتاعتي تبقى نظيفة ما فيهاش صوس او فقعات هوا او فيها اي مشاكل زي ما نشايفين كده. بكرر العملية عدة مرات لغاية ما حس ان الكورنيشة بتاعتي خلاص شكلت كلها جميع السنون بتاعتها اتشكلت. وفي نفس الوقت هي هتلعت بشكل كويس. وملمس كويس. يعني يجي بعد كده برضو هنعمل الطبقة التانية ديت. انا زي ما برضو عجلنا في الكورة برضو عجلنا. برضو عجلت عجلنا في الكورة تانية. وهبدأ اصاب برضو. حسيت ان هي لسه محتاجة تاني. فعملت عجلنا تانية. وبرضو شاركت الطلبة معايا بقى. هم شافوني وانا شغال. فبالتالي بعد ما بيشوفوا قدامهم مرة واتنين وتلاتة ببدأ اخليهم يشاركوا معايا. وينفس بقى. لانهما بعد كده هيعملها الواحدة. كل الخطوات دي كلها بيعملها الواحدة. فلازم يشارك معايا وانا واقف معايا وبرشده وبشوفه هل فعلا فهم ولا لا وصلت المعلومة ولا لا. هنيجي بعد كده انا دلوقتي بعد ما نفست الشكل بتاعي ببدأ انضف حوالين الكورنيشة بتاعتي وهبدأ عملية التقطيع بتاعي للكورنيشة. ففي الفيديو ده هو هنبين ان انا وانا بنضف حوالين الكورنيشة بتاعتي. هو بقطع الجبس الزيادة اللي هو ده الجبس ده اه النتج ان الفرما طبعا ما بتبقاش التازجة بتاعتي مستوية بالزبط فهي بتبقى خط سير الفرما هو الفرما نفسها بتعمل ارضية مستوية وهي ماشية عشان تمشي عليها فده يعتبر مش هاضري ده ده الارضية بتاعتي اللي هو بيزبط بها الخشب لان من كتر استخدام التازجة دي خشب فبيحصل فيها حيطة عالية وحيطة وطية فلازم الفرما بتزبط لي الارضية بتاعتها تبقى مستوية عشان تطلع الكورنيشة مصبوطة ومستوية فانا طبعا تبقى بنضف حوالين الكورنيشة اطعت حواليها وببدأ انضف حواليها عشان ابدأ بعد كده هفكها وابدأ اشتغل فيها ان انا هقطعها على المقاسات اللي انا عايزها وابدأ اجمعها عشان اكون بيها الحليات اللي انا محتاجها للكرسي بتاعي سواء الادمة او الرف ببدأ هنضف التاسجة بتاعتي عشان ما يبقاش عليها حاجة وبوز للتشكيل بعد ما اعملته هفك الادة هنضف برضو العدة بتاعتي على طول اول باول كده نضفت العدة مهمة جدا اللي انا شغال بيها وانا شغال لازم العدة بتاعتي بتبقى نضيفة بعد ما انا اضفت العدة هنبدأ نقطع من الناحية التانية برضو زي ما عملت الناحية دي هعمل الناحية التانية وهشيل الزوائد برضو اللي هي بتاعت خط سير الفرما او تزبيت التاسجة بتاعتي ببدأ اشيله برضو طبعا عندي اسعى فيها سائط بل ام فيها السائط طبعا عشان ما بقاش مزروة الدنيا حولي او اه وانا شغال لو رميت على الارض اي حاجة بتطلع مني اه ممكن اتزحلق فدي مش اه اللي هنا بتبقى طريعا على الارض وممكن لو حد بيمر من جنبيها يتزحلق هنبدأ نفك الادة بتاعتنا اللي احنا سبتناها في الاول بالمصامير برضو بعد ما فكت الادة بتاعتي بنضافها برضو عشان لما اجي استخدمها تاني بعد كده تبقى نضيفة وجهزة للاستخدام بعد كده وفي نفس الوقت اه زي ما اخدنا في واحدة العدد والادوات ان انا لازم احافز على الادوات بتاعتي واشيلها نضيفة عشان احافز على العمر اللي افتراضي بتاعها وتعيش مدة اطول معي لكن لو انا اهملت العدة بتاعتي او المعدة اللي انا شغال بيها فطبيعي عمرها اللي افتراضي هيقل ومش هتكمل معايا ولما هاجي احتاجها عشان انفذ التبريم مش هتقدي الغرض بتاعها اللي انا المفروض تقديه معايا برضو الفرما بتاعتي خلصنا خلاص الشغل فبنبدأ ننضافها من الجبس الزيادة اللي عليها ده اساسي جدا يعني ان انا هنضف المعدات بتاعتي والادوات بتاعتي عشان احافز عليها بعد كل شغل او كل تمرين نعم معنا فيديو هيبقى هنباين السيانة ازاي بتعمل السيانة بقى العدد والادوات بعد ما خلصنا الشغل خالص بنعمل لها سيانة ازاي وبخزنها ازاي ده من اساسيات برضو تنفيذ التمرين زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي بننضاف العدد وفيه الطالب هاو بيشيل المصامير برضو اللي احنا كنا دقنها على الشغل بتاعي اهو بيشيل المصامير عشان الادة بتاعتي ما تبقاش فيها مصامير ولو مركونة في مكان ولا حاجة وما حدش يدوس عليها المصمر يدخل في رجله او لو هي واقفة على الحيطة ولا حاجة وقعت على حد ما تعوروش او تصيبه فلازم ان انا طول ما انا شغال بتتبع اجراءات السلامة والصحة المعانية بتاعتي انا طبعا بعد ما خلصت تشكيل هبدا اقطع الشغل بتاعي فانا هنا باستعرض العدد اللي هستخدمها في التوطيع. انا بقطع الجزء الزيادة اللي هو انا مش محتاجه او فيه اللي هو ما تشكلش كويس ده الزيادة بتاعي. هقطعه. وبكده وبكده انا اقطعتي انا النهاردة خدنا ازاي بعمل الكرسي بتاعي البدن بتاعي شكلناها على التازجة وبعد كده اشكلت الكورنيشة بتاعت الادمة والرفرف ازاي عملنا الفرمة وازاي شكلناها على التازجة وبعد كده هن ازاي هنجمعها ان شاء الله وقتنا خلص والوقت يجير بسرعة وان شاء الله في الحلقة الجاية هنشوف ازاي هنجمع الشغل بتاعنا بعد ما شكلناه والتمرين بتاعنا هيطلع بشكله عامل ازاي فالى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله وشكرا موسيقى